أهلا بكم البداية مع وكالة الأنباء الفلسطينية وفا التي ألقت الضوء على حال مدينة رفحة الفلسطينية في أعقاب تكتيف جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصفه وتواغله المحدود حتى الآن في آخر ملاذ لأهل غزة قالت وفا إن رفحة أصبحت خالية وتمكن الخوف من المجهول من نفوس أهلها بهذه الصورة الغزيون وجهون ظروفا مزرية داخل ألاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة في وقت تحرك أليات الاحتلال جنوبا نشرت الوكالة صورة لأم فلسطينية كما تشاهدون معي تحتضن ابنتها وهؤلاء الغزيون على عربة كروا رفقة من تبقى من أسارهم وهم يهيمون في الطرقات للبحث عن مكان يلقؤون إليه بعيدا عن قذائف الاحتلال بهذه الصورة كحال كل المستشفيات في قطاع غزة قالت صحيفة The Guardian كما ستظهر الآن على الشاشة إن مستشفيات رفحة الفلسطينية معرضة لخطر ازدحامها بموجة كبيرة من المرضى والجرحة حال مضي جيش الاحتلال قدما في اجتياح المدينة نشرت الصحيفة صورة قاتمة لرفع حيث يتم نقل المرضى على عربات الكروا من مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار الحكومي لإخلائها نقطة تحول أم نقطة انهيار بهذا السؤال طرحته صحيفة New York Times لمناقشة تأثير تعليق الإدارة الأمريكية إمداد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة على الروابط بين الجانبين قالت صحيفة أنه يبدو أن الرسالة لم تصل في السابق سواء من خلال المكالمات الهاتفية أو المبعوثين أو التصريحات العامة أو اجتماعات اللجنة المشتركة فكان شعور بايدن بالإحباط بسبب تجاهل تحذيراته هو الدافع لاختيار طريقة أكثر دراماتيكية لتوضيح موقفه واستيائه لقادة الإسرائيليين عبر تعليقه إرسال القنابل إلى إسرائيل ويأمل بايدن على حد قول الصحيفة أن يكون هذا القرار راضعا لنتنياهو كي يتخلى عن غزو رفح الفلسطينية خوفا من وقوع خسائر بشرية واسعة النطاق في صفوف المدنيين بسبب القنابل الأمريكية والآن نذهب إلى صحيفة Wall Street Journal حيث ناقشت كيف تسبب نتنياهو في دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حافة خطوطه الحمراء مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قالت الصحيفة أن قرار بايدن بتعليق شحنة الأسلحة إلى إسرائيل كان قرارا لم يكن الرئيس الأمريكي يريد الوصول إليه ولكن إصرار نتنياهو في اكتياح مدينة رفح الفلسطينية أكبرت بايدن على اتخاذ خطوة طالما قومها منذ بداية العدوان على غزة والآن نذهب إلى نتنياهو يوهين بايدن هكذا وصفت ميجالة The New Republic بهذا العنوان وبهذه الصورة الأمريكية كيف كان يعتقد الرئيس الأمريكي بإمكانية تأثيره على رئيس الوزراء الإسرائيلي فكان نتنياهو يتلاعب بايدن بدلا من ذلك وقالت الميجالة إن الأيام قد كشفت عن الفشل الذريع للسياسة الأمريكية القائمة على الضغط على إسرائيل عبر القنوات الخلفية فالاستنتاج المعقول ليس أن أمريكا فشلت فجأة في التأثير على نتنياهو بل أنها لم يكن لها أي تأثير منذ البداية نذهب الآن إلى كما سنتابع على الشاشة الآن مجلة The Progressive وبهذه الصورة وتحدثت هذه المجلة الأمريكية أجرت مقابلة مع الباحث في شؤون الإبادة الجماعية مونج زارني هذا هو مونج زارني قال إن العضوان على غزة كشف كيف خضعت اتفاقية الإبادة الجماعية لإرادة الدول القوية قال إن سلوكيات الدول التي تتمتع بحق النقد الفيتو في مجلس الأمن جعلت المؤسسات الحاكمة الدولية عاجزة تماما عندما يتعلق الأمر بتصدي للانتهاكات الفضيع لقانون الإنساني الدولي فقد فشل قانون الدولي والأجهزة القضائية التابعة للأمم المتحدة فشلا ذريعا على حد قوله في جميع قضايا الإبادة الجماعية التي عرضت أمام محكمة العدل الدولية والآن لنا وقفة وختاما في ظل الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الأمريكية بحق طلاب المنهدين للعضوان الإسرائيلي على قطاع غزة استعرضت مجلة The American Prospect هذه الصورة وتحدثت هذه المجلة الأمريكية عن مجموعة من القوانين الجديدة التي تحول الشرطة الأمريكية إلى مواطنين خارقين على حد قوله ووصف المجلة قالت أن مجموعة من الجهود الشعية والقضائية أدت إلى إزالة الرقابة الرسمية وغير الرسمية على الشرطة الأمريكية